خلاص احنا استقررنا على ان يوم الحد بيبقى عندنا مشوار كده بنحاول نكمله ونحاول كمان نتكلم معاكم في امور مهمة تتعلق بتحصين البيوت تحصين البيوت من خطر زيادة نسب الطلاق بنتكلم عن اهم مسببات الطلاق وازاي نقدر نعالجها وازاي نقدر نحصن البيوت امامها النهاردة هنتكلم عن احد المسببات الصعبة اللي في الحقيقة صعوبتها لان هي في الحقيقة بتبقى خفية ما بتتعرفش غير لما الناس يتكلموا عنها ممكن تكون ظهرة من قبل الجواز من انفطة الخطوبة لكن بتفضل تسري وتستشري في البيوت من غير ما الناس يتكلموا عنها بشكل واضح لكن بتظهر بقى في افعاله ومتصرفاته ايه الحكاية تي؟ حجة ببساطة خالص هي تفاوت احتياجات الزوجين التعبير ده على فكرة ما بتكلمش بس عن الاحتياجات ما بتكلمش عن النيد بتكلم كمان عن تصورات الزوجين عن الجواز نفسه ففي فجوة في التفكير ما بين الزوجين مش بس عشان ده راجل ودي امرأة لا عشان الزوج ممكن يرى زوجته ما بتفهموش وهناك فرق بينه وبينها وبيقول لها انا فين وانت فين انا فين في التفكير وانت فين دماغي مش زي دماغك والزوجة شايفة ان زوجة مش شايفة انسانة كاملة وساعات مش شايفة انسة وساعات مش شايفة امرأة كاملة واني نقص على حاجات كتير وبالتالي الزوج ممكن يتجوز عليها مرة تانية هي لسه بتفكر في دماغها ما هو بدل مش شايفني امرأة كاملة اكيد هو هيروح يكمل دماغة زوجة تانية عشان يكمل النقص اللي عندي هل التعرف على الاحتياجات بيكون قبل الجواز ولا بنتعرف عليه بشكل كامل بعد الجواز دي مش ديلمة يعني دي مش ازمة مش هي دي الازمة هي المسألة ان احنا فعلا نكون عارفين زواتنا لان في كتير من الاحيين بيبقى كل طرف مش عارف احتياجاته فتفاوت الاحتياجات في بعض الاوقات بيكون ظاهرة من اول الخطوبة والتفاوت واضح واحنا وعيين به تفاوت في الوعي تفاوت في الثقافة تفاوت في التصور عن الجواز والطموح ويا سلام بقى في التفاوت والطموح هي واحدة طموحة معاها واحد بيقول لها احنا عايزين نعيش نونو نونو جنب الحط او واحد طموح وزوجته مش في دماغها ده خالص اهم حاجة ناكن ونشرب وننام وبس واوقات ما بيظهرش على فكرة التفاوت ده من البداية لان الاتنين في البداية بيكونوا مشغولين بالعواطف ومشغولين بالاحاسيس ومشغولين فقط بانهم ما تظهرش اي فجوة بينهم ومش عايزين يسيروا اي مشاكل بينهم ويفضلوا عايشين في مسائل العواطف وما يسيروش النقاط اللي فيها اللي هما بيسموها الخلاف ساعتها وهي في الحقيقة ان هي نقاط تنوع محتاجين نتكلم عنها وفترة الخطوبة بتبقى حلوة وبتعدي لان احنا مش عايزين نتكلم غاية الكلام اللي بنتكلم عنه والاحتياجات العاطفية انا محتاجك تقول لي كلمة حلوة محتاجك تقول لي لكن محتاجك ان انت تشاركني في حلمي ما بيتكلموش في ده قوي وانتو حضرتكم عارفين ده انا محتاجك تشاركني في ان احنا نأكد زواتنا فنبقى بنقامين فاعلين او ان انا احقق رسالتي ما بنتكلمش في ده كتير ممكن بعض الناس اللي عندهم ما يتكلموا في ده بشكل او باخر بس ما بيتكلموش في ده كتير وهنا بيبقى في حاجة مهمة جدا 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 ان احنا لازم نستحضر اني وجعلناكم شعوبا وقبائل اللي تعارفوا مش فقط في الامم الكبيرة ده بين الناس ولازم نبقى عارفين ان احنا لازم نتعارف بشكل صحيح لازم كل واحد فينا يعرف نفسه للتاني بشكل صحيح والتاني يتعرف عليه بشكل صحيح ويعترف ان ده من حقه ان هو يفكر في ده مش يقول له على فكرة ده كلام تافه ومش مهم على فكرة انكرنا ان ده احتياج شخص ما بيخلوهش يسيب الاحتياج ده بيفضل الاحتياج بينه بتباني الفجوة امتى بعد الجواز وتزداد وتستمر في سنين الجواز كل شوية بالمناسبة الاحتياج غير المدار وانا اكلمكم بعد شوية انا بنتكلم عن الاحتياج ازاي الاحتياج غير المدار عامل زي كرة التلج او اقول عامل زي كرة اللهب تفضل تاكل تاكل في العلاقة لغاية ما يحس الشخص ان فلان من شايفه فهو من حق ان هو ما يشوفوش فالمرأة مثلا بتخرج شريك حياتها من حياتها وتبتدي تصنع حياتها لوحدها فالتفاوت في الاحتياجات ده بيتطور وما بيقفش في مكانه وبيستمر وبيحس الشخص ان عنده احتياجات ومش ملباه ان هو عنده استحقاقات وما بياخدهاش ومع كل فترة بيتطور وهيبقى عنده استحقاقات اكتر وهنا بقى تتحول هذه الاحتياجات الغير ملباه الى صراع ما بين الزوجين بيفضل كده يجوا يقولولي في الاستشارات الزوجية يجوا يقولولي انا على فكرة احنا خنقنا بيبقى على اشياء تافهة اه على طول بيبقى عارف ان فيه تفاوت في الاحتياجات لان هم مش عايزين يقول ان هم عندهم احتياجات يعني اثن لو هي عندها احتياج ان هي تحقق ذاتها في حاجة فهي لو اتكلمت هيقول لها انت نقصك ايه فتسكت بس ايه اللي حاصل بس لو الاولاد لعبوا فهو اتكلم تقول له مالكش دعوا بالاولاد سيبوا من يسرخوا زي مموما عايزين يلعبوا زي مموما عايزين مالكش دعوا انت بندخلش في تربية الاولاد السبب على فكرة مش هو ان هم مختلفين على مسألة مين ان رب الاولاد ازاي لكن هي عندها احتياج غير ملبة فبيطلع بالطريقة دي فلازم الزوجين العلاقة اللي بينهم يبقى هو عارف هي عايزة تطلع ايه وهي عايزة تطلع ايه بشكل صحيح ويبقى هو شايف ان حياتها في بعض الاحيين بسيطة وهو طموح فإن اللي حاصل فكل ما ييجي يكلمها يعبر لها عن ان هي تفهة باشكال متعددة وان هي ما بتشركوش طموح فتزيد الفجوة خالص لو هو شايف نفسه جدير بالنجاح وهي شايفة وهو شايفة بعيدة عنه قوي عن النجاح فتحاول الزوجة من مشاركة ليه في النجاح والصعود والمساعدة فيه على اداء وظافه الى وظايف ختمية بقى لما الانسان ما بيبصش ليشريك حياته بكل جوانبه بيحاول بيحاول يرسم ليشريك حياته جزء كده يحطه في مربع معين فتبقى الصورة دي صورة خاصة لأدوار خاصة في الأسر ويبتدي يعزم بعض الأدوار فطالما هي ما بتشجعوش وما بتكونش معاه في طموحه وما بتشاركوش في طموحه يزود هو في جانب معين مثلا ويزود في حق من حقوقه فمسلا اذا كان عنده احتياج مبالغ فيه في العلاقة الخاصة يحطه بقى في الوكر ده الوكر العلاقة الخاصة فيبقى انت عليك ان انت تزود ده عشان توفي بانك انت ما بتشاركنيش في طموحه ويبقى ده اللي هيعمل عنده المعادلة ودي اسوأ فكرة في موضوع تفاوت الاحتياجات ان انت تحط شريك حياتك فيه دور وتحبسه فيه لان انت شايفه انه هو ما بيلبيش احتياجاتك في الأشياء الأخرى مش هو ده تلك اللي تكلم عنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لا ده هجران وده فجوة وده كسر الخواطر وده أزى رسول الله سلم لما قال لا يفرقوا مؤمنة اذا كره منها خلقا رضي منها الاخر ده معناه الرضا ان انت مش انك تعقبها بانك انت تحبسها في دور معين في حياتها ولا ان هي تعقبك فتحبسك في دور معين في حياتك لان الجواز في الحقيقة مش معادلة اذا كنت مقصر في ده انا عزملك دور في ده عشان تعمل الخسارة الجواز مش معادلة الجواز معاملة ومعاملة لله قبل ما بتعامل زوجتك هل كان في مقارنة بين مقام النبوة مقام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اي مقام لزوجاته حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ايه عمل ايه رفعهم رفع زوجاته وحضرة النبي شوفوا تعامل معهم ازاي تباصط معهم صلى الله عليه وآله وسلم وما خلوهم يشعروا بهذه المسافة بين مقام النبوة ومقام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع السيدة خديجة تعامل من يحتاج إلى أم وأظن أن بداية تسمية أمهات المؤمنين جاي من السيدة خديجة الكبرى لمامت بدور الأم لما نزل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول زملوني زملوني دسلوني دسلوني فتقابلوا السيدة خديجة بهذا الحنان الوفير فتقولوا والله ما يخزيك الله أبدا يا سلام على هذا الدعم الرائع وهذا الدور الراق من السيدة خديجة ثم يأتي للسيدة عائشة ويبقى في نموذج الزوجة الإبن فنم في حجرها صلى الله عليه وسلم ويلعبها ويسابقها وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى رفيق الأعلى فتقول السيدة عائشة من تقرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر عهدي برسول الله أنه من تقل إلا وهو من بين صدري ونحري ومن كترة تبسطه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته قالت السيدة عائشة له لما كان جاي سيدنا أبكر يحكم بنا وابين سيدنا رسول الله صلى الله بيقول لها تب من يتكلم قالت له تكلم أنت ولكن قل ولا تقول إلا صدقا فسيدنا أو بكر كان هيهم بيها يفتك بيها يضربها فرح تستخب بيها ورح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رأيتي كيف حميتك من الرجل إيه كل الجمال والحلاوة اللي علمها أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فاللي حاصل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وكمان يصل الحال إنه هو ياخد برأيه ستنا مسلمة لما يشاورها طب ده كله ليه عشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أداب عدم تكريس الفجوة هي عندها احتياج زوجاته كان عندهن احتياجات فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم لباه السيدة عائشة عايزة احتياج إلى الانطلاق والتعلم فأتح لها ده إن تستمر السيدة خديجة أنها كبيرة قومها وأنها بتمارس هذا فيعطى أن تكون السيدة ومسلمة مشيرة يعطيها كل هذا فالمسألة إن عندنا وهم لازم نفهم إن زواجي اسمه فيه حاجة كده في الجواز اسمه واهم التفاوت إن احنا بنتجوز بعض كلنا على بعض مش جزء وجزء تاني وجزء اللي يتعامل به مع الناس بالتفصيل في العلاقات بيهلك احنا نتعامل مع بعض كده جملة لأن لو تعملنا مع بعض تفصيلا هنخسر بعضنا حتى في العلاقات اللي بيننا وبين بعض ولذلك هنا الزوجة لما ما تقدرش تواكب حركة تطور شخصية زوجة وبقى مركزه كبير قوي في الوظائف الخدمية فقل لها مثلا هي مش أيمة بواجبتها في البيت كويس ومش أدرة ربي ولادي كويس والأكل مش كويس وتوصل للحكاية لما يكون فيه احتياجات متفاوتة في العلاقة الخاصة إنه هو يحكي الحكاية دي كلها فإن اللي بيحصل فيبروز الحكاية دي ويكبر احتياجه لأن الزوجة بتتحول عنده ساعتها بيحولها إلى جسد لأنه هو متصور أنه ده الحل عشان تفضل هي زوجة أنه يوجد لها دور في حياته ولذلك احنا لازم نغير الطريقة دي